السلام عليكم يا عزيزي التلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع اختبار الفترة منتصف الفصل الدراسي الأول لمادة المهارات الحياتية والأسرية والسؤال الأول ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة واحد الاستحمام ضروري لمحافظة على نظافة الجسم والتخلص من الأوساخ هذه عبارة صحيحة اثنان من المحتمل أن يؤدي استخدام الماء الساخن إلى حدوث حروق في الجلد هذه عبارة صحيحة ثلاثة من الممكن أن يؤدي إصابة الشخص بالدوار إلى الانزلاق في الحمام هذه عبارة صحيحة أربعة إن إهمال تنظيف الأسنان يسبب تسوس الأسنان وضعف اللثة هذه عبارة صحيحة خمسة يتشابه كل من السواك والفرشة والمعجون أنهما ينظفان الأسنان ويقاومان التسوس هذه عبارة صحيحة ستة تهوية الغرف غرفة النوم تساعد على التخلص من البكتيريا المتجمعة في الغرفة هذه عبارة صحيحة سبعة الجلوس مع ارتخاء الكتفين وانحناء الظهر للأمام لا يسبب ألما هذه عبارة خاطئة وهذه الوضعية في الجلوس يسبب ألما في الظهر ثمانية عند الانتهاء من واجباتك المدرسية يمكنك استخدام مكتبك لتناول الأكل والشرب عليه هذه عبارة خاطئة فهذا المكان مخصص للمذكرة وليس للأكل والشرب تسعة إذا فقدت فرشات أسنانك بإمكانك استعمال فرشات أختك هذه عبارة خاطئة لأن هذه الأشياء خاصة ويمكن أن تنتقل بها الأمراض عشرة من المفيد لبس النظرات الطبية الخاصة بالآخرين هذه عبارة خاطئة لأنها مخصصة للآخرين بمواصفات معينة السؤال الثاني اختاري الإجابة الصحيحة عند دعك الجسم بليفة نبدأ من الوجه ثم ما خلف الأذنين والرقبة حتى نهاية الجسم لأن الوجه والأذنين والرقبة أكثر نظافة من بقية الجسم أم أن الوجه والأذنين والرقبة أكثر اتساخة من بقية الجسم أم الترتيب غير ضروري نبدأ بالوجه وما خلف الأذنين لأنهم أكثر نظافة من بقية الجسم اثنان يتجاعد جلد الإنسان عندما يمكث مدة طويلة في الماء نتيجة زوال الدهن المغطي للجلد والذي يمنع خروج السوائل من الجل أم امتصاص الجلد للماء بكميات قليلة أم امتصاص الجلد للماء بكميات كبيرة السبب في تجاعد الجلد هو زوال الدهن المغطي للجلد والذي يمنع خروج السوائل من الجل ثلاثة إذا كان لديك حمرار أو غشاوة تمنعك من الرؤية الجيدة فيجب عليك زيارة طبيب العيون أم غسل العين بالماء أم تجاهل الأمر يجب عليك زيارة طبيب العيون أربعة استخدام سماعة الأذن لفترات طويلة يسبب ضعف السمع أم يقو السمع أم يحمي السمع يسبب ضعف السمع استخدام السماعات الأذن لفترات طويلة يسبب ضعف السمع 5- الاكثار من شرب المشروبات السكرية المحفوظة أو المشروبات الغازية عادة سيئة ضارة للأسنان أم أنها عادة جيدة مفيدة للأسنان أم ضرورية لسلامة الأسنان هذه عادة سيئة وضارة للأسنان وتسبب تآكل الميناء 6- ترك النوافذ مفتوحة لفترة طويلة عندما يكون الجو محملا بالغبار هذا يسبب تراكم الغبار على الأثاث والملابس أم يقتل البكتيريا الموجودة في فرش السرير أم يساعد في تهوية الغرفة هذا يسبب تراكم الغبار على الأثاث والملابس 7- لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد لأن ذلك سبب مهم لتحقيق النجاح أم قلة الإنجاز أم حدوث الفشل هذا سبب مهم لتحقيق النجاح 8- إذا أردت النجاح فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد 8- السواك عود من شجرة تسمى الأراك ويستخدم لتنظيف الأسنان أم الأذن أم الأنف يستخدم لتنظيف الأسنان 9- من العادات الحسنة التي تساعد في المحافظة على سلامة العينين ونقط الجيدة عند القراءة 10- الإضاءة الجيدة أم تناول الطعمة أم التهوية 10- الإضاءة الجيدة تساعد على المحافظة على سلامة العينين 10- فوائد الأسنان هي تقطيع الطعام أم وطحنه أم نطق الحروف نطقا سليما أم جميع ما سبق 10- جميع ما سبق هو من مهمة أو من فوائد الأسنان 11- هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الاختبار 11- ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في اختبار جديد 12- جميع الاختبارات موجودة على قناتنا 12- اشتركوا في القناة ليسلكم كل جديد 13- وادعمونا بالإعجاب 14- دمتم في أمان الله 15- وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته 14- دمتم في أمان الله